موضوع الجيل الخامس ده تحديداً حصلت فيه إخناقة يعني إذا جزل التبسيط شوية كان فيه مشكلة كبيرة أول ما بين الولايات المتحدة أمريكية والصين وأمريكا قدرت يعني كسبة الجولة دي في الموضوع وهي رائدة الغرب هو صاحب التكنولوجيا الأهم والأكبر الأكبر انتشاراً في الجيل الخامس مين اللي حيقوم عندنا بالتطوير وتقديم الخدمة؟ اللي بيقدم طبعاً خدمات الجيل الخامس هي شركات التليفون المحمول المرخص بها في جمهورة مصر عربية والنهاردة تم التوقيع مع الشركة المصرية الثلاث لتقديم خدمات الجيل الخامس اللي عايز أقول له حضرتك أن نحن عشان نطرح الخدمات الجيل الخامس والترخيص بنقعد أكتر من سنة بنعمل دراسات فنية ودراسات تنظيمية ونجيب بيت خبرة عالمية عشان كمان التسعيل وغير وبالتالي الموضوع بيأخذ دراسات كبيرة جداً فيه كل الدول بتعمل كده بس حريب تقولي جلاتي أن الشركات القائمة اللي موجودة في مصر هي اللي هتشتغل فيها كل الشركات من حقها أنها تحصل على الترخيص إذا رغبت في ذلك من الجهاز الكامل تنظيم الصلاة أنه أدى الشركة المصرية حصلت على الترخيص وكل شركة هتقوم بتطوير بنيتها الأساسية كل شركة بتقدم طبعاً خدمات الاتصالات فيه جزء كبير أن كل شركة بتبني البنية الخاصة بيها وفي بعض الأماكن بيبقى فيه ما بين الشركات بينها وبين بعض اتفاقيات تسمح لبعض الشركات نعم يتبادلوا البنية الأساسية بتاعته يتبادلوا البنية أساسية مثلاً طبعاً احنا كل التطور والتقدم ده يا فندم احنا عندنا خدمات أساسية غاية دلوقتي مش موجودة يعني موضوع الإيسم السيم الإلكتروني ده لسه مش موجود موضوع حريب تتكلم على تخطب الأشياء ببعضها المعدات والأجهزة اللي احنا بيستخدم كل ده الغاية دلوقتي برضو عليه نوع من المحازير وهو أساساً ما بيدخلش مصر فاحنا بنعمل ليه شبكة دي بص يا فندم حضارك بتتكلم على الحاجات الخاصة بالآيوتي وغير والنهاردة بنتكلم على العدادات الزكية النهاردة شغالت مصر موجودة وهتجيب أكتر فيه الخدمات الجيل الخامس سواء عدادات الكهرباء المية الغاز كل الحاجات دي موجودة النهاردة حتى التلفزيونات ما تروح حضارك تشتري ولك ده تلفون زاكي وده تلفزيون ميزاكي لأ أنا أرضي السمارت هو من مهاردة شغالين عليه وفيه حاجات كتير جداً بتتقدم عن طريق انترنت الأشياء سواء على الجيل الرابع وهتتحكم طبعاً مع وجود الجيل الخامس هتتكلم على الإي سيم إن شاء الله فيه النصف القادم من العام الحالي سيكون الإي سيم إن شاء الله مطروح فيه مصر لا يعني أي حاجة بتقدم إن شاء الله قريباً في نصف 24 اللي تم اشتغل أي حاجة بنقدم عشان دي تكنولوجيا حديثة يجب أن هي أسبقها دراسات كثيرة جداً سواء فنية أو من ناحية أكيد بسهوم آه طبعاً يعني وده هتبقى أغلى كمان ده لما هيدخل عشان ناس تبقى عارفة يعني إلا هستخدم الجيل الخامس ده وبيارات الجيل الخامس ده هيتفع فلوس أكتر هي أما ده مش فلوس أو على الأل في بداية التكنولوجيا يعني هل قدامنا إطار زمني إمتى تبدأ التطبيق بالنسبة للرخصة دي أو إمتى إحنا كمستعملين ومستخدمين نبدأ نحس أو تليفوناتنا طول قط جي فايف هي معظم التليفونات الحديثة اللي موجودة حالياً في السوق المصري كلها كل المصنعين بيتكون بتتعامل مع الجيل الخامس وبالتالي كل ما الشركة تبني مكان أو تبتدي الجاهز البنية للسية على طول التليفون بطريقة أوتوماتيكية على طول بيولوت الجيل الخامس حتى العميل ما يبقى فيه أي تدخل من ناحيته وده اللي بيحصل نحضر في التليفونات اللي موجودة الجيل الرابع وجيل التلت على طول التليفون بيولوت أوتوماتيكية وهيلاحظ ده في الخدمات والتطبيقات هيلاقي إن الخدمة والبيانات والإنترات بيكون أسرع لكن هتبان جداً في الصناعة النهاردة في المواني اللي موجودة في المستثمرين هيبدأوا على طول يشتغلوا في الجيل كمال الجهات اللي بتحتاج البيانات المكسفة جداً يعني حاجة من تداول البيانات الكبيرة مفهوم بشكرك شكراً جزيلاً مهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق في الجهاز القومي لتنظيم للتصلاة